من المعروف أن الدماغ هو وحدة العمل المركزية في جسم الإنسان فإذا تأثرت كفاءة عمل الدماغ لأي سبب ما فهذا يعني أن ذلك سينعكس سلبا على جميع أعضاء الجسم ومن المؤكد أنه إذا كانت كفاءة الدماغ جيدة فإن ذلك سينعكس على الإنسان في صور عدة منها التركيز والتفكير بعقلانية والذاكرة القوية والتخطيط الجيد والتعلم والفهم سنتناول في هذا الفيديو عدة أعشاب لديها القدرة على تجديد خلايا الدماغ وتنشيط الذاكرة لذا فمن المهم جدا محاولة إدراج هذه الأعشاب في أنظماتنا الغذائية من أجل صحة ذهنية نشيطة طول العمر أعشاب تجدد خلايا الدماغ وتنشيط الذاكرة وتقضي على النسيان أولا الريحان يمتاز الريحان بخصائصه الطبية العديدة كما يحتوي الزيت العطري المنشق منه على الكافور والأوجينول والفلافونويد الذي يفيد في الحد من تلف الدماغ بسبب انخفاض الدورة الدموية الدماغية علاوة على ذلك يعتبر مادة متكيفة تساعد الجسم على الاستجابة بشكل أفضل للإجهاد فهو يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تقليل إنتاج هرومونات التوتر ويمكنك أيضا استخدام زيت الريحان كعلاج عطري لتعزيز الذاكرة والتركيز ثانيا عشبة الجنكة تستخدم هذه العشبة منذ فترة طويلة كعلاج للزهايمر وهو علاج شائع في الطب الصيني التقليدي ومعروف بفوائده الجمة إذ يشار إلى أن عشبة الجنكة قد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية بصورة جزئية عن طريق تحفيز الدورة الدموية والتي بدورها تعزز من تدفق الدم إلى الدماغ يمكن للجنكة أيضا حماية خلايا المخ وإصلاح تلف الأنسج العصبية الناتج عن خفاظ تدفق الدم إلى المخ ثالثا الجنسينغ وهو أحد الأعشاب التي شاع استخدامها قديما في الصين لخصائصها المفيدة للصحة ويوجد على الأقل تسعة أنواع منها والتي تختلف تسميتها باختلاف مناطق نموها مثل الجنسينغ الآسيوي ويعتقد أن للجنسينغ تأثيرات فيزيولوجية متنوعة في الخلايا العصابية وبعض أجهزات الجسم كالقلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى المناعة كما تبين أن للجنسينغ أيضا دورا مهمة في تحسين المزاج ووظائف الدماغ بما فيها الذاكرة والسلوك بحسب ما أشارت إليه مراجعة منهجية وتحليل إحصائي نشر في إحدى المجلات عام 2010 رابعا العبعب المنوم وهي شجيرة دائمة الخضراء تنمو في الهند والشرق الأوسط وبعض أجزاء إفريقيا وقد شاع استخدام جذورها وفاكهتها ذات اللون الأحمر المائل إلى البرتقال لمئات السنين لما يعتقد بامتلاكها خصائص صحية ويطلق على العشبة أيضا نبات الجنسينغ الهندي أو كراز الشتاء وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدراسات المخبرية والدراسات الأولية التي أجريت على الفئران أشارت إلى أن عشبة العبعب قد تساعد على التخفيف من مشاكل الذاكرة ووظائف الدماغ والتي قد تنتج بسبب التعرض لمرض معين أو إصابة ما مثل ما ذكرته دراسة أولية نشرت في إحدى المجلات عام 2013 وقد بيّنت أن مستخلص جذور عشبة العبعب يخفف من القصور في الذاكرة والتياكل العصبي في إحدى المكونات في الدماغ خامسا الكركم ثبت أن الكركمين المكوني النشط في الكركم يعبر الحاجز الدموي الدماغي مما يعني أنه يمكن أن يدخل مباشرة إلى الدماغ ويفيد الخلايا هناك وهو مركب قوي مضاد للأكسادة ومضاد للالتهابات تم ربطه بفوائد الدماغ التالية أولا يفيد الذاكرة قد يساعد الكركمين في تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر كما قد يساعد أيضا في إزالة الويحات الأميليود التي تعتبر السمة المميزة لهذا المرض ثانيا يخفف الاكتئاب يعزز الكركمين السيروتونين والدوبامين وكلاهما يحسن الحالة المزاجية وجدت أحدى المراجعات أن الكركمين يمكن أن يحسن أعراض الاكتئاب والقلق عند استخدامه ثالثا يساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو يعزز الكركمين عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ وهو نوع من هرمون النمو الذي يساعد خلايا الدماغ على النمو قد يساعد في تأخير تدهور العقل المرتبط بالعمر الجدير بالذكر أن معظم الدراسات تستخدم مكملات الكركمين عالية التركيز بجروعات تتراوح من 500 إلى 2000 ميليغرام يوميا وهو عبارة عن كركمين أكثر بكثير مما يستهلكه معظم الناس عند استخدام الكركم كتوابل وذلك لأن الكركم يتكون فقط من حوالي 3 إلى 6% من الكركمين لذلك في حين أن إضافة الكركم إلى طعامك قد يكون مفيداً فقد تحتاج إلى استخدام مكمل الكركمين تحت إشراف الطبيب للحصول على النتائج الواردة في هذه الدراسة سادساً الشاي الأخضر يعزز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر وظائف المخ ويحسن اليقظة والآداء والذاكرة والتركيز كما يحتوي أيضاً على مكونات أخرى تجعله مشروباً مفيداً جداً للدماغ أحد هذه المكونات هو آل ثنانين وهو حمض آميني يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي وزيادة نشاط الناقل العصبي جابا مما يساعد على تقليل القلق ويجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء يزيد هذا الحمض الآميني أيضاً من وطيرة موجات ألفا في الدماغ مما يساعدك على الاسترخاء دون الشعور بالتعب كما أن الشاي الأخضر غني بالبلوفينول ومضادات الأكسادة التي يمكن أن تحمي الدماغ من التدهور العقلي وتقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر كما أظهرت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر يساعد في تحسين الذاكرة سابعاً الميرامية عشبة الميرامية من أشهر الأعشاب لتقوية الذاكرة والذكاء إذ تعمل على تعزيز صحة وذاكرة الدماغ لأنها غنية بالعديد من المركبات التي تعمل بمضادات الأكسادة والتي تشكل وسيطاً جيداً للحفاظ على صحة الدماغ بالإضافة إلى دورها في تثبيت تفكك الناقل الكيميائي المسمى أستيل كولين وهو أمر مهم للذاكرة ومستوياته منخفضة لدى مرضى الزهايمر وقد ذكرت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية النفسية عام 2008 أن تناول مستخلص الميرامية من قبل كبار السن الأصحاء مدة سبعة أيام يرتبط بتقوية ذاكرتهم والانتباه واليقظة وأجريت أيضاً دراسة من قبل جامعة طهران للعلوم الطبية في عام 2003 على الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الخفيف والمتوسط الذي تتراوح أمارهم ما بين 65 إلى 80 عاماً وقد تبين أن استهلاكهم 60 قطرة من مكملات خلاصة الميرامية بشكل يومي مدة أربعة أشهر يرتبط بتحسين أدائهم في اختبارات الذاكرة وحل المشكلات والاستدلال والمهارات المعرفية الأخرى وهذا أيضاً يقلل من خطر الانفعالات أما بالنسبة للبالغين الأصحاء فقد تبين أن تناول الميرامية بكميات صغيرة يساعد على تحسين الذاكرة واستهلاك كميات أكبر يساهم على تحسين المزاج وزيادة اليقظة وإعطاء الشهور بالهدوء والرضا كما لوحظ أيضاً أن نبات الميرامية يحسن وظائف المخ والذاكرة لدى الصغار والكبار ثامناً النعناء تحتوي أوراق النعناء على العديد من المواد والمركبات الكيميائية التي لها دور مهم وضروري في تنشيط الذاكرة وزيادة معدل الذكاء لدى الإنسان كما أن النعناء يفيد في تخفيف حالات التعب والإرهاق النفسي لذلك ينصح الأطباء بالإكثار من شرب مغل النعناء وإدخاله إلى النظام الغذائي بطرق مختلفة وأخيراً الزعتر يعد الزعتر أحد الأعشاب التي تتميز برائحتها القوية والمكثفة ويحتوي على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم إضافة إلى بعض الفيتامينات مثل فيتامين جيم التي تعمل على تعزيز الصحة بشكل عام يوجد العديد من الفوائد للزعتر فيما يتعلق بالذاكرة والدماغ إذ يعمل الزعتر على تنشيط الذاكرة لاحتوائه على بعض المواد المهمة في الحفاظ على صحة الأصاب في الدماغ كما يعمل على الوقاية من الإصابة بأمراض الذاكرة مثل الزهايمر ويعزز القدرة على التعلم وإلى هنا أعزائي متابعي قناة تاج الصحة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبيرنا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكونوا أول من يتواصل بالفيديو القادم نلتقي في فيديو جديد وإلى اللقاء